أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالة إلى الذين يطالبون بطرد الإخوة السوريين والسودانيين من مصر تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل أسف بعض الناس الذين لا دين لهم ولا أخلاق نشروا على السوشيال ميديا في الفترة الماضية حتى أصبح هاشتاج منتشر أن بيطلبوا بطرد الإخوة السوريين والسودانيين من مصر وهذا ردي على هؤلاء طبعا بقول لكل أحبابنا في سوريا وفي السودان أنتم في قلوبنا وفي أعيننا وعلى العين والرأس ورب الكعبة وأنتم هنا في مصر في بلدكم لا أقول بلدكم الثاني بل في بلدكم الأول الذين نشروا هذا الهاشتاج لا يعرفون أن أصلا مصر وغزة والسودان وسوريا كل ديت كانت دولة وحدة أيام جمال عبد الناصر نعم أيوة رب الكعبة سوريا وغزة ومصر والسودان كلها كانت دولة وحدة فلا أستطيع أن أقول لهم أنتم في وطنكم الثاني بل أنتم في وطنكم الأول بفضل الله سبحانه وتعالى ثم أن الواحد كان يتمنى ورب الكعبة أن كل أسرة سورية تنزل مصر كنا نتمنى أن احنا نستضفهم في بيوتنا نطعمهم ونسقيهم ونقوم بحقهم لهم حق في رقابنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعدين اللي بينشر مثل هذا الكلام الفارغ هذا الكلام لا يمثل مصر ولا يمثل المصريين مصر طول عمرها كانت حضن للأمة العربية والإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى واسألوا التاريخ كم وقفت مصر بجوار كل بلاد العرب وبلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى والشعب المصر شعب مضياف وشعب محب لكل الشعوب بفضل الله وكنا نتمنى أن احنا نكون في الظروف أحسن من كده حتى نقوم بالواجب في حقكم جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى ده أولا ثانيا الذي ينشر هذا الكلام لا يمثلنا ولا يمثل بلدنا أبدا بلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى وشعب مصر لا يرضى بهذا الكلام أبدا فابنعتذر لحضراتكم وأنقل لحضراتكم اعتذار كل مصري ومصرية من الشرفاء الذين يعيشون على تلك الأرض المباركة بفضل الله كنا نتمنى أن احنا نفعل معكم كما فعل الأنصار مع المهاجرين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة آخا آخا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وكل أنصاري المهاجري جاي من مكة والأنصار كانوا في المدينة المنورة في يثرب فاستقبلوهم أعظم استقبال بفضل الله فتحوا لهم قلوبهم وعيونهم قبل بيوتهم بفضل الله سبحانه وتعالى فالنبي آخا ما بين كل اثنين أنت أخو فلان وأنت أخو فلان كل مهاجري أخو واحد من الأنصار يستضيفه في بيته يطعمه يكرمه ويكرم أسرته كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى لحد ما ربنا ييسر لهم مصدرا للرزق وبيتا آخر ثم يعيشون بعد ذلك إخوة متحابين بفضل الله سبحانه وتعالى لدرجة وصل مرحلة المحبة والأخوة بين المهاجرين والأنصار كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري إن سعد بن الربيع وكان من أغنى الأنصار لما وجد عبد الرحمن بن عوف وكان النبي قد آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع فما كان من سعد بن الربيع إلا أن قال لعبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن لسه ما جاوسني فقال لعبد الرحمن بن عوف إني لمن أكثر الأنصار مالا أنا من أغنى الأنصار فخذ هذه نصف سروتي ما قالوش بقى خذ ميت دينار على ما تفرج ما قالوش خذ خمسين دينار بيقول له خذ نصف سروتي وأنا من أغنى أغنياء الأنصار شوف تخيلوا حضراتكم عايز يديلوا نصف سروته قال إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت فقال له عبد الرحمن بن عوف ومقابل هذا الكرم الزائد لابد يكون في مرؤة ويكون في عفة فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك وفي مالك ولكن دلني على السوق فدله على السوق فكان مع دينارين ثلاثة راح اشترى بضائع وطاجر واشترى وطاجر لحد ما كسب ثم بعد ذلك تزوج فتاة من الأنصار على مثقال أو مثقال نوات من ذهب فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت يا ابن عوف قال نعم يا رسول الله قال أولم ولو بشاء وأطعم إخوانك الله أكبر ما شاء الله شوف الأخوة واصرت لدرجة إيه بفضل الله سبحانه وتعالى كنا نتمنى نفعل ذلك مع إخواننا في سوريا وفي السودان أنا بقولي اللي بينشره مثل هذا الكلام الفارغ بالله عليكم حد فيكم حط نفسه مكان أهلنا وأحبابنا في سوريا وفي السودان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حضرتكم متخيرين إن أهل سوريا حبيبنا أهل سوريا لما تركوا سوريا وجاءوا إلى مصر أو إلى أي بلدة أخرى هل كانوا يعني يؤثرون البقاء خارج بلادهم أبدا والله ما كان واحد فيهم يتمنى أن يترك بلده أبدا زي ما احنا كمان ما ابنه مناشي نحنا نترك بلدنا هم كمان ما كانوش يتمنوا أن يتركوا بلدهم لكن هي وطأة الحرب والظلم الذي وجدوه في بلادهم اضطرهم إلى النزوح خارج بلادهم يعني واحد خارج وقلبه مكسور فاحنا نزيده كسرة ونعمل هاشتاج من بعض الناس الذين لا خلاقة لهم ولا دينة ولا مرؤة ويقولك طرد السوريين طرد مين طرد مين اللي يضطرد من مصر يضطرد من مصر ليه مصر طول عمرها حضن للأمة العربية والإسلامية بفضل الله وبعدين أغلبهم جايين هنا مستثمرين جايين بفلوسهم وجايين هنا يفتحوا مشاريع ويشتغلوا ما شاء الله وشغلوا بعض الشباب المصريين بفضل الله سبحانه وتعالى وهم أينما حلوا حلت معهم البركة بفضل الله سبحانه وتعالى وشفنا نشاطهم وجهودهم في العمل بفضل الله شيء مشرف وشيء جميل بفضل الله وصورة مشرفة بفضل الله سبحانه وتعالى فهو جاي لك هنا مش عشان هو عايز يعيش هنا إنما هو عشان مضطر يسيب بلده حطيت نفسك مكانه يوم ما تضطر تسيب بلدك وتروح أي بلد هل تتمنى إن يتعمل معك كده وإن حد يقولك طرد المصريين من البلد الفلانية ساعتها قلبك هيزداد كسرة فوق الكسرة فإحنا بدل ما نربط على قلوبهم بدل ما نعمى يعني ما نتعامل معهم معاملة كلها مروقة نروح نكسر قلوبهم فوق الكسرة اللي هم حاسين بيها هذا لا يكون أبدا من إنسان عنده دين ولا عنده أخلاق ما حد يش يعمل كده إلا إنسان لا عنده لا دين ولا أخلاق وأهلنا في السودان كلكوا عارفين المجازر التي ترتكب سواء في سوريا أو في السودان وعارفين دروقتي الانتهاكات التي ترتكب في السودان الآن تجاه أهلنا وأحبابنا في السودان هو جايلك من السودان هنا عشان يصيف ولا عشان يشتي ولا جاي هربا من تلك المجازر وتلك المقاسي التي ترتكب على أرض السودان فبدل ما نرحب به وبدل ما نقوله أنت في بلدك الأول مش الثاني أنت في بلدك الأول يتعمل هاشتاج طرد السوريين والسودانيين من مصر أظن أن هذا كلام لا يرضي أحدا من الشعب المصري أبدا أني أعلم أن الشعب المصري شعب مضياف وشعب لا يعني بفضل لا لا يكون سببا أبدا في كسر قلب أحد بل يكونوا دائما جابرا للكلوب بفضل الله سبحانه تعالى وشوف كده وجرب جرب خلي أي واحد سورة أو واحد سوداني ماشي في أي مكان وحصل له ظرف ما هيجمع حوالي المصريين ويشوفوا عايز إيه ومحتاج إيه عايز كذا طب تحت أمرك طب تعالى وصلك طب تعالى تفضل في بيتي هتلاقي حاجة قمة في الروعة والجمال ورب الكعبة فجربوا هتشوفوا قد إيه إن الشعب المصري بفضل الله شعبي مضياف ومحبي لكل أهلي وأحبابي سواء من سوريا أو من السودان أو من أي بلد عربي وإسلامي بفضل الله سبحانه تعالى أنقل لحضراتكم يا أهلنا وأحبابنا من أهل سوريا ومن أهل السودان أنقل لحضراتكم اعتذار كل مصري شريف وكل مصرية شريفة عن هذا الهاشتاج الذي نشره بعض ما اللا دين له ولا خلق دول ناس ما عندهم شريحة المرؤة عشان ينشروا مثل هذا الكلام وخدوا بالكم الذي يفعل شيئا كما تدينه تدان اللي نشر مثل هذا الكلام ممكن تمر الأيام عليه ويتطرد من بلده ويروح مكان تاني ويتزل كما أراد أن يفعل ذلك بإخواني وأحبابي وأرجع وأذكر مرة أخرى أن سوريا وغزة ومصر والسودان في عهد جمال عبد الناصر كانت دولة واحدة ورب الكعبة كنا دولة واحدة لو لا هذه التقسيمات التي قسمت ولو لا قبل ذلك سايكس بيكو التي فرقت بين الدول والأصل أن كل بلاد المسلمين ما يكونش بينها حدود الأصل أن كل بلاد المسلمين تبقى منفتحة على بعضها ما فيش حاجة اسمها أنا مصري وده سوداني وده سوري وده مغريبي وده جزائري وده تونسي وده سعودي ما فيش حاجة اسمها كده ده الأصل أن كل بلاد المسلمين تبقى منفتحة على بعضها إنما المؤمنون إخوة أسأل الله عز وجل أن يجبر بخاطر كل أهلنا وأحبابنا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي السودان وفي مصر وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا ترجمة نانسي قنقر